خيارات العدوان على لبنان عرب الكوشير يدعمون الكيان الاحتلال قاد حملة موسعة لتشكيل الخطاب الأمريكي تجاه الحرب على غزق بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله تعالى أوقاتكم بكل خير ما هي خيارات الكيان الصهيوني فيما يتعلق بتهديداته بشن الحرب على لبنان الكيان الصهيوني يكرر دائما في الفترات الأخيرة خصوصا بعد فشل عمليته العسكرية الواسعة التي هي حرب إبادة جماعية في غزة من تحقيق أهدافها على الأقل المعلنة ما فتأ يكرر بأنه يريد توسعة هذه الحرب ويريد أن يشن الحرب مجددا على لبنان بذريعة شن الحرب على حزب الله وعموم المقاومة اللبنانية لكن في نفس الوقت هناك في المحافل الصهيونية العسكرية القريبة من هيئة أركان جيش الاحتلال هناك حديث عن أن مثل هذه التهديدات ربما تجر المنطقة برمتها بل أوسع من المنطقة إلى حرب مفتوحة لا يستطيع هذا الكيان مواجهتها ولا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية وحتى باقي الدول المتحالفة مع الولايات المتحدة الأمريكية حتى الناتو يعني الناتو لا يستطيعون من وقفها ومن وقف تداعياتها على هذه الدول نفسها ولعلكم لاحظتم في موضوع قبرص على سبيل المثال الإشارة التي أشار لها سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله فيما يتعلق بالتحذير الذي أطلقه لقبرص وما يجري في داخل قبرص من مؤامرات يخوضها هذا الكيان مع دول أخرى أوروبية أقول أوروبية وهم يعرفون ماذا أقصد فيما يتعلق بكل هذا العدوان المستمر منذ العام 1948 بعد تأسيس الكيان الصهيوني على الأمتين العربية والإسلامية يعني حتى دور قبرص في العدوان الثلاثي على مصر ودور قبرص في تأمين الدعم اللوجستي للكيان الصهيوني في حرب 67 ودور قبرص في أيضا تأمين الدعم اللوجستي لحرب 73 والآن أخيرا أيضا يعني هناك دعم مباشر لدول أوروبية محددة معروفة فيما يتعلق بريطانيا أقولها على يعني بكل وضوح هناك طائرات بريطانية متطورة جدا متقدمة جدا موجودة في قبرص تقدم الدعم الاستخباري للكيان الصهيوني وحتى في عمليات الاختيال التي تطال القادة اللبنانيين قادة حزب الله قادة المقاومة القادة الفلسطينيين في داخل الأراضي اللبنانية هكذا المعلومات المتوافرة لدى القيادة قيادة المقاومة اللبنانية تحديدا بأن قبرص لها دور كبير وقبرص أيضا هي مفصل أساسي في تعزيز الاقتصاد العالمي تحديدا لدى الغرب هذا موضوع أرجو أن تنتبه له أحبائي فلهذا جاءت التفاتة سماحة السيد حسن نصر الله ليضع الأصبع على الجرح وليطلق إشارة خطيرة من أنه إذا شنت الحرب بدعم من قبرص ومن من يتواجد في قبرص فإن الحرب ستعم لكن في نفس الوقت الخيارات التي يمتلكها الكيان الصهيوني فيما يتعلق بشن هذا العدوان سواء كان عدوانا ربما يكون عمليات عسكرية محدودة أو ربما تكون عمليات عسكرية مفتوحة هذه أيضا الخيارات محدودة لا أريد أن أفصل في هذه السيناريوهات ولا أريد أن أفصل أيضا في التداعيات لكن الواضح تماما عندما نلاحظ الخارطة السياسية وأنا أشرت إلى الخارطة الجيوسياسية التي قد تتغير بل أنا سأجزم أنها ستتغير في المنطقة ليس لصالح الكيان الصهيوني بل لصالح محور المقاومة وتحديدا طبعا إيران وحزب الله لبنان وأنصار الله في اليمن والمقاومة الإسلامية العراقية وشفت في الفترة الأخيرة حتى الفصائل العراقية المقاومة التي أوقفت عملياتها العسكرية التي استهدفت القواعد الأمريكية العسكرية الأمريكية القتالية في العراق عادت أيضا وأطلقت تصريحات لافتة ومهمة جدا مع أنها مشاركة في الحكومة بأنه أي اعتداء يطال حزب الله لبنان يعني يطال لبنان فإن كل المصالح والقواعد المصالح وليس فقط القواعد العسكرية الأمريكية في كل مكان وتحديدا في العراق ستكون هدفا للمقاومة هذا لا تريده الولايات المتحدة الأمريكية لأن هناك أيضا خيار آخر هم يفهمون جيدا أنه وهذا الخيار موجود مطروح منذ أمد بعيد على الطاولة في الجمهورية الإسلامية وهو أن يتكرر النموذج التركي في العراق النموذج التركي وما أدراك من النموذج التركي تركيا تقوم بشن عمليات متواصلة داخل العراق وفي سوريا أيضا وتركيا قامت باحتلال أراضي عراقية وباحتلال أراضي سورية أوجدت لها قواعد عسكرية في داخل العراق وأدها ذريعة وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بالقيام حتى بضربات استباقية لوقف أو لضرب أو لاستهداف جماعات تهدد أمنها القومي هذا كانت تلوح به إيران سابقا بطريقة غير مباشرة احتراما لأصدقائها واحتراما للشعب العراقي ولا يريدون أن يكونوا كمل التراكو لكن في النهاية هم لاحظوا في الفترة الأخيرة خصوصا في قضية ما سمي بمخسى أميني الثورة المفتعلة التي افتعلها الغرب والنيتو ضد الجمهورية الإسلامية لضرب أمنها الداخلي القومي بذرائع شتى لاحظوا أن هناك خطرا هدد الأمن القومي الإيراني من داخل الأراضي العراقية تحديدا في الشمال العراقي واعترف بذلك قادة كبار أمريكيون ومنهم مستشار الأمن القومي السابق جون بولتن بأنهم كانوا يدعمون ما يسمونها بالمعارضة التركية الكردية في داخل إيران بالأسلحة عن طريق الفصائل الكردية الإيرانية المتواجدة في كردستان العراق هذا الأمر جعل إيران أيضا يعني تقوم بعمليات عسكرية وإن كانت محدودة استهدفت هذه الفصائل الانفصالية في الشمال العراقي لكنها أيضا لوحت بأنها قد تكرر النموذج التركي يعني تتوغل إلى داخل الأراضي العراقية في شمال العراق وفق المادة 51 من مثاق الأمم المتحدة وكما تفعل تركيا وفعلت تركيا أنا لا أقول نحن نؤيد مثل هذا الخيار أنا هنا أستعرض وبما أننا نتحدث دائما خارج الحدود نحن نستعرض الخيارات وهذا خيار متوفر الآن ويعني ربما إذا شنت الحرب على لبنان وبالتأكيد لا تغركم هذه التصريحات الأمريكية المتناقضة والمتضاربة مرة يقولون لا نريد تصعيد الحرب لا نريد توسعة الحرب ويحذرون النتنياهو لكن في نفس الوقت يقولون إذا شنت الحرب نحن مضطرون لدعم هذا الكيان الصهيوني فالأمريكان متورطون شاء من شاء وأبى من أبى هم متورطون في الحرب منذ سبعة أكتوبر بل قبل سبعة أكتوبر بدعمهم لهذا الكيان وهم سيكونون متورطين أيضا في أي حرب يشنها هذا الكيان سواء كانت عملية عسكرية محدودة أو كانت الحرب الشاملة المعروفة بالاصطلاح العسكري داخل الكيان الصهيوني بحرب لبنان الثالثة أو حرب الشمال الأولى وهذا طبعا لن يتم إلا بدعم مباشر من الولايات المتحدة ما يجعل مصالح الولايات المتحدة في العراقي هدفا للمقاومة العراقية وإذا ردت الولايات المتحدة الأمريكية وهي سترد بالتأكيد بل قبل أن يأتي ردها أمريكيا لكن يوم شفتوا ماذا فعلت داخل الحدود المشتركة العراقية السورية قتلت شنت اعتداء على الحجد الشعبي وهذا الأمر يتكرر صحيح أنها لا تعلن في المرحلة المقبلة كما أشرى في الحلقة السابقة لكن أيضا هي ربما أيضا وفق التفويضين الذين يسمحان للرئيس الأمريكي أي رئيس أمريكي القيام بأي عمليات عسكرية خارج الولايات المتحدة الأمريكية بدون العودة للكونغرس ربما تشن عمليات أيضا تستهدف الأمن القومي الإيراني هذا محسوب محسوب على الطاولة عند ذلك أيضا ستتدخل إيران مباشرة وهذا التدخل الإيراني المباشر هو الذي أنا أشرت له في الحلقة السابقة بالتهير الجيو السياسي الخطير الذي سيطال المنطقة هذا الأمر يفهمه الأمريكان ويفهمه حلفاء أمريكا ويفهمه أيضا أولئك الذين وقعوا على اتفاقات تطبيع مع هذا الكيان الصهيوني في المنطقة دول عربية في المنطقة مع كل الأسف لا تزال متورطة في دعم هذا الكيان الصهيوني لكنها ستكون بشكل أو بآخر بشكل يعني شاءت أو أبت مبكيفة هي ستكون متورطة في أي امتداد وتوسع لهذا الصراع العسكري الذي يصل شرره إلى كل المنطقة وما يجعل الردود الإيرانية وردود المقاومة وفصائل فصائل جديدة ستنشئ ردود أفعال جديدة ستنشئ بعدين أنا عندي ملاحظة خطيرة جدا يجب أن أكررها باستمرار أكرر هذه الملاحظة باستمرار خصوصا لأولئك الجمهور الحجد الشعبي وعلى الأقل أولئك المحللين السياسيين الذين يدافعون عن محور المقاومة ويدافعون عن حق العراق الطبيعي في الإنخراط بشكل أو بآخر في الدفاع عن فلسطين وهو يا أخوان العراق والكيان الصهيوني في حالة حرب هس إذا رد شوي نتنازل نقول في حالة هدنة منذ العام 1948 العراق منذ العام 1948 بل قبل العام 1948 هو بشكل أو بآخر هو منخرط في هذه الحرب مع هذا الكيان الصهيوني لا توجد اتفاقات سلام بين العراق والكيان الصهيوني فلا يجون هذا الجمهور الذي يروج للكيان الصهيوني والموجود الآن وفق أجندة الوحدة 18200 و200 والوحدة هاتسيفة الذين يروجون لأنه لا تورطون العراق وإحنا ما أننا علاقة بالموضوع وخلونا نبتعد عن الموضوع لأنه ستكون رجود الأفعال دولية باعتبار أن هذا يعتبر عمل معادي هذا العمل معادي للكيان الصهيوني الإسرائيلي سموها ووفق معادلات دولية ستتدخل دول للدفاع عن الكيان الصهيوني وستضرب العراق أنت أولا وكرسوا هذه المعادلة في أحاديثكم في مناظراتكم في برامجكم التلفزيونية في كتاباتكم العراق والكيان الصهيوني في حالة حرب في حالة حرب حتى قبل وجود قانون تجريم التطبيع حتى قبل وجود هذا القانون مع ملاحظاتنا على هذا القانون لكن العراق وهذا الكيان في حالة حرب وبعد العراق والجمهورية الإسلامية في حالة لا حرب ولا سلام وقف إطلاق النار فقط يعني يمكن أن تشن الحرب ويمكن أن تتوسع إذا ما قام الكيان الصهيوني بشن اعتداء كبير أو حتى ربما محدود على لبنان أليس الأجدر بأن يكون للعراقي موقف واضح ويبلغ الولايات المتحدة الأمريكية نحن في حالة حرب مع هذا الكيان الصهيوني ابقوا معنا ترجمة نانسي قنقر عرب الكوشير يدعمون الكيان الصهيوني هذا تحقيق لإعداء وسائل الإعلام في المنطقة تحقيق مهم حقيقة اللفت انتباهي وتابعت هذا التحقيق وطبعا نحن نعرف الكثير من هذا الموضوع وإذا تذكرون تحدثنا سابقا في بداية طوفان الأقصى عن أن الكيان الصهيوني يشن هذه الحرب على غزة بدعم مباشر أو بأموال من دول العربية وتحدثنا نقلنا عن معاهد السلاح خاصة معهد التسلح المشهور في السويد الذي يراقب التسلح في العالم لاحظنا أن دول وقعت دولا وقعت اتفاقات أبراهام مع الكيان الصهيوني تشتري السلاح من هذا الكيان الصهيوني تشتري السلاح من هذا الكيان الصهيوني هذا السلاح تدفع مقابل أموال هذه الأموال تذهب أيضا وتتحول إلى سلاح أمريكي متطور وغربي متطور لقتل الشعب الفلسطيني وبهذا السلاح يهدد أن نتنياهو بشن عدوان على لبنان هذا الأمر ليس جديدا لكن وأيضا سكان الحديث عن استمرار التركية على سبيل المثال استمرار تركية بمد الكيان الصهيوني بالمواد الغذائية وتحاول الشركات التركية أن تتجنب الحظر المفروض على الصادرات إلى الكيان الصهيوني عبر اليونان لاحظوا المنطقة قبرص لليونان شوفوا التورط هذا التحقيق ماذا يقول هذا التحقيق يتحدث مع كل الأسف أرقام مفزعة تحقيق شركات مصرية مغربية تتصدر قائمة الشركات العربية التي تصل منتجاتها الغذائية إلى الغذائية إلى عذروني أجيب هذا الاسم النص هكذا إسرائيل مصر سبعة وثلاثون شركة بإجمالي ميتين وستة منتج يروحاً وين إلى الكيان الصهيوني الفلسطيني مكتول جوع الفلسطيني طفل صغير عمره سنتيان ثلاثة ثلاث سنوات يصيح يا الله باكوا أكل غير القتل المغرب 25 شركة بـ 113 منتجاً وادغنها إيه تروح وين للكيان الصهيوني إضافة إلى شركات من الأردن والإمارات والسعودية والسعودية سدنة الحرمين الشريفين وتونس فعموماً ثلاثة آلاف وثلاثمائة وسبعة وستون منتجاً غذائياً من شركات في دول عربية وإسلامية تذهب إلى الكيان الصهيوني الدول الإسلامية مع كل الأسف لاحظت بباكستان بعد غياب رئيس المزراء السابق الذي أطيح به بمؤامرة أمريكية كشف النقاب عنها بشكل واضح وصريح داخل باكستان السيد عمران خان حفظه الله ورعاه بعدما أطيح به يلا قال له الباكستان هذا التمهيد للتطبيع الذي رفضه وهذا تطبيع الذي رفضه عمران خان واللطيفة أن هذا الكلام اللي أنا أتحدث عنه الآن هو نقلاً عن بيانات رسمية إسرائيلية تكشف هذه البيانات عن وصول آلاف المنتجات الغذائية من دول عربية وإسلامية إلى مستوردين من الكيان من بينها مئات المنتجات المصنعة من قبل عشرات الشركات المتواجدة في هذه البلدان العربية مع كل الأسف شنو الكوشير لطيفة يجزونهم أكل حلال لأن له بسدوين يجزون للكيان الصهيوني أكل حلال هذه البيانات تكشف عن وجود منتجات عربية في هذا الكيان صادرة عن الحاخامية هذا البيان من صادر المعلومات الحاخامية الكبرى في إسرائيل الحاخامية الكبرى تعد المؤسسة الدينية في البلاد والمتخصصة في قضايا عدة من بينها إصدار شهادة الكشير هذا الكشير اللازمة من أجل تسويق وبيع المنتجات في الكيان والتي يعني وجودها أن الطعام متوافق مع الشريعة اليهودية أخواننا المسلمين العرب مو بس يدعمون هذا الكيان لا يراعون مشاعر الدينية في الأكل حتى يتقوى ويروح يقتل شعب فلسطين حيث يوضع شعار الشهادة على المنتجات المباعة بهذا الكيان شونا هنا السنة في بريطانيا بتشوف مثلا الحلال السنة بالمناسبة المطاعم الجديدة تشوف تدخل على مواقع الإنترنت بعد شالوا كلمة حلال من المطاعم نعرف ليش على كل إن تم نشر هذه البيانات على موقع انتبه لي الحكومة الإسرائيلية يعني هذا كلام وثق تماما عرب الكشير أو كشروت أو كشير كلمة كشير مشتقة من الكلمة العبرية كشرج وتعني نقي نقي أو متوافق مع التعاليم اليهودية وتوازي كلمة حلال كما قلنا بالنسبة لنا نحن المسلمين ومع كل الأسف هذه المنتجات تأتي من دول عربية شوف مصر قلنا مصر المغرب الأردن الإمارات السعودية تونس تركيا باكستان بعد حتى لاحظت يمكن اندونسيا لاحظت نعم مع كل الأسف أما تركيا زيان تركيا ماذاك اليوم يزعم رئيس تركيا بأنه والله احنا قاطعنا الكيان الصهيوني ومنعناه وما نبعث لبعض شي ويجوون مستشاري طالعون في القنوات الفضائية ينفون أي علاقة تجارية بين الكيان الصهيوني وتركيا الآن هذا تقرير جديد الآن جديد جديد جدا جديد اي ماليزيا واندونسيا مع الأسف هذا التقرير يجي يتحدث عن كيف تلتف تركيا على الظاهر أمام الناس وأمام شعبها الشركات التركية تتجنب الحظر المفروض ظاهريا من الحكومة على الصادرات إلى إسرائيل عبر اليونان طبعا كان الرئيس التركي أردوغان أعلن أخيرا بعد ما فشل حزبه في الانتخابات البلدية الأخيرة أعلن حظرا على الصادرات وطبعا بروز بسبب سياستك الباهتة من الكيان الصهيوني فاعترف وقال نعم ولذلك أوقفوه كما يقولون وفرضوا حظر على الصادرات إلى الكيان الصهيوني بعد أشهر من بدء الإبادة الجماعية للفلسطينيين في غزة لكن هذا التقرير الآخر الذي نقله موقع ميدل إيست آي يوم 21 مايو يقول تستمر التجارة الكبيرة بين تركيا وإسرائيل عبر دول ثالثة دول مو دولة واحدة مثل اليونان على الرغم من قرار أنقر وقف التجارة المباشرة مع تل أبيب بسبب حرب غزة حسب ما أفاد كما قلت لكم موقع ميدل إيست آي وفقاً 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 للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي مصادرنا الكيان الصهيوني استوردت إسرائيل عذراً على لفظ هذا الكيان النتن المؤقت إن شاء الله استوردت بضائع بقيمة مئة وستة عشر مليون دولار في تركيا في شهر واحد مايو وهو طبعاً انخفاض الآن بسنسبة ستين بالمئة عن نفس الشهر في العام الماضي بسبب التطورات شوي يعني شوي خفضوا ومع ذلك أفاد مجلس المصدرين الأتراك تي آي أم اسمه عن تصدير السنة تركيهم مجلس المصدرين بيعترف بضائع بقيمة أربعة ملايين دولار فقط إلى إسرائيل في شهر مايو وهو انخفاض بنسبة تزيد عن تسعة وتسعين بالمئة مقارنة بالعام السابق المهم أكون الكل جا يروح للكيان الصيوني أفاد موقع ميدل إيس آي أن التناقض في الصادرات المبلغ التناقض في الصادرات المبلغ عنها يرجع إلى شحن البضائع التركي أولاً إلى اليونان لهذا الأرقام مو دقيقة الأرقام هذه هم يعترف موقع ميدل إيس آي يقول أرقام مو دقيقة لأن أول مرة يتم شحن هذه البضائع إلى اليونان ودول أخرى قبل وصولها إلى الكيان وهذا يسمح لتركيا بالإدعاء انتبه بأنها لا تصدر بضائع إلى إسرائيل طبعاً تم إعطاء الأولوية للمنتجات ذات العلامات البيضاء التي تحمل العلامات العبرية ولكن يتم شحن كل أنواع البضائع إلى هذا الكيان الصيوني وخاصة تلك التي تم طلبها قبل الحضر التجاري عموماً أحبائي الدول العربية متورطة مع هذا الكيان الصيوني ودول إسلامية مع كل الأسف متورطة مع هذا الكيان الصيوني ولاحظنا عندما شنت الجمهورية الإسلامية عملية الوعد الصادق رداً على عملية الاحتداء على قصليتها في دمشق لاحظنا دول كثيرة هبت لنجدة هذا الكيان ومنها تركيا قدمت معلومات استخبارية مصر قدمت معلومات استخبارية يجون بعض المحللين السياسيين في قنوات فضائية عراقية مع الأسف يروجون لفكرة أنه والله هذا كل ما يعني إضعاف الجيوش العربية هو بسبب الإسلام السياسي ويضربون مثل إضعاف الجيش المصري هو من الذي إضعاف الجيش المصري من الذي أخرج مصر من معادلة يقول الإسلام السياسي أخرج مصر من معادلة الصراع مع الكيان الصهيوني زين وكان دي وإن كان الإسلام السياسي فأقول يعني مع كل الأسف هذه الدول تتواطئ وشفتوا الأردن أيضا هبت لنجدة هذا الكيان والقوات الأمريكية المتواجدة في أماكن مختلفة هبت لنجدة هذا الكيان مع دول أوروبية أخرى وبعدين يجون يطرحون هذا السؤال أين حزب الله وأين إيران ويريدون يشنون حرب أيضا على لبنان لتبرير تدخل حزب الله لبنان في هذا الدعم الإنساني والذي هو أيضا أكرر برة أخرى للفلسطينيين أن لبنان أيضا هي غير ملتزمة بمعاهدة سلام مع الكيان الصهيوني وهي في حالة حرب مع الكيان الصهيوني كما العراق وهذه نقطة يجب دائما التركيز عليها نحن في حالة حرب مع الكيان الصهيوني وهذه الدول العربية والإسلامية عليها أن تنتبه لغضبة الشعوب قبل أن يطالها النار إذا ما توسعت هذه الحرب ابقوا معنا اشتركوا في القناة باستخدام المال الـ Guardian تكشف الاحتلال الإسرائيلي قاد حملة موسعة لتشكيل الخطاب الأمريكي تجاه حرب غزة هذا عنوان صحيفة الـ Guardian البريطانية أنا اختصرته إلى الاحتلال قاد حملة موسعة لتشكيل الخطاب الأمريكي تجاه الحرب على غزة هذه صحيفة بريطانية والـ Telegraph كمان صحيفة بريطانية ولاحظتم التليغراف كيف زعمت مزاعم في الأيام الأخيرة عن أن حزب الله يقوموا بوضع صواريخ وأسلحة في مطار بيروت مطار الشهيد الرئيس رفيق الحريري ونقل عن مصادر في الاتحاد الدولي للطيران ادعاءات بعدين غيرها مباشرة وطلعت هذه الادعاءات كاذبة الاتحاد الدولي للطيران أي تسموه نفى لبنان بشكل رسمي نفى الاتحاد اللبناني للطيران نفى وفتحوا المطار أمام الصحافة العالمية تعالوا قم تفضل وشوفوا هذه الادعاءات وين وصلت هذه الأكاذيب هذه صحيفة وشوفوا هذه صحيفة لا تقول لي حرية الصحافة لا لا هذا كل يجري وفق مخططات بس أكو أحيانا يعني بعض الصحف مثل بريطانيا مثل القارديان لا تستطيع أن تخفي الكثير من المعلومات خاصة قبل فترة نشرت القارديان مقالات عن أطفال فلسطين الذين سيكتبوا الله لهم النجاة من هذه الحرب وسيكبرون ماذا سيفعلون ماذا سيفعلون ما هو يعني شكل الانتقام الذي سيقومون به لمن فعل بأسرهم كل هذه الجرائم وهم طبعا القارديان تشير إلى الأوروبي وتشير إلى الحكومة البريطانية وتنتقد الحكومة البريطانية فيما يتعلق بالاستمرار بتقديم السلاح إلى هذا الكيان الصهيوني فعموما القارديان هنا أنا يعني هذا التقرير واحد هذا من العشرات التقارير التي مشرت في الكثير من الصحوف الغربية ولعل يعني لا أحتاج إلى أن أذكركم بتقرير استقصائي لصحيفة الليبراسيون الفرنسية عن ادعاءات الكيان الصهيوني فيما يتعلق بقتل الأطفال في 7 أكتوبر من قبل المقاومة الفلسطينية ونفى هذا التحقيق الاستقصائي بالأرقام ونحن نشرناه هنا في برنامج خارج الحدود بالتفصيل نفى وجود مثل هذه الادعاءات التي تمهدوا للجرائم التي طالت أطفال فلسطين من قبل الكيان الصهيوني هسا يتجي القارديان وقلت لكم عشرات الصحف الغربية أيضا اللي بيها جنب استقلالية نشروا كيف استخدم الكيان الصهيوني المال لقيادة حملة موسعة في الغرب تحديدا وبشكل خاص في الولايات المتحدة الأمريكية لتشكيل خطاب هذا الخطاب الأمريكي الظاهري تجاه الحرب على غزة بعد ما شافوا حبت وثورت الجامعات الأمريكية وبعد ما شافوا حتى بعض القيادات الدبلوماسية في وزارة الخارجية الأمريكية اضطروا إلى الاستقالة لأن يعني الخطاب الأمريكي خطاب مؤيد بفجاجة وبوقاحة لهذه الجرائم حتى هذا اليوم الأمريكي القائد يعني الرئيس الأمريكي والخطاب الرسمي الأمريكي يقول الكيان الصيوني لم يرتكب مجازر لم يرتكب مجازر لم يرتكب حرب إبادة جماعية ما فعله أمر طبيعي لأنه يتم وفق الأجندة الأمريكية ووفق الدعم الأمريكي اللامحدود لهذا الكيان الصيوني فتنشر القارديان تقول أعدت حكومة الاحتلال الإسرائيلي حملة واسعة النطاق قبل أشهر من أجل تشكيل الخطاب الأمريكي تجاه الحرب على غزة لا سيما مع تصاعد العداء لإسرائيل واحتجاج الطلاب كما قلت لكم في الجامعات الأمريكية ونقلت صحيفة القارديان عن وثائق حصلت عليها يوم الاثنين 24 يونيو 24 حزيران نقل التقرير مفصل أوضح أنه في نوفمبر من تشرين الثاني الماضي جرى استدعاء وزير المساواة الاجتماعية في الكيان الصيوني اسمه عميحاي شيكلي واستدعي إلى الكنيسة لإطلاع المشرعين يعني الأعضاء البرلمان على ما يمكن القيام به بشأن تصاعد العداء لإسرائيل تعال تشوفونا شنسوي وزير المساواة فليرد الشيكلي قائلا ذكرت ذلك من قبل وسأقوله مرة أخرى الآن أعتقد أنه ينبغي علينا وخاصة في الولايات المتحدة أن نكون في موقف هجوم صحيفة القاردي انسلطت الضوء على برنامج الحكومة الإسرائيلية المعروف باسم كيلاشلومو المصمم لتنفيذ ما سمته إسرائيل أنشطة الوعي الجماهيري التي تستهدف إلى حد كبير الولايات المتحدة وأوروبا هذا على أمريكا فكيف في عالمنا العربي كيف يشتغل هذا الكيان في عالمنا العربي أذكركم مرة أخرى بالوحدة 8200 لو الوحدة 504 لو وحدة هاتسيف هذه الوحدات التي يقودها جهاز الاستخبارات بين قوسين الإسرائيلي والتي أوجدت قطيعا جيشا من العربي المتصهينين اللي يروجون ويروجون يدافعون مو بس يدافع عن وجهة النظر في داخل الكيان الصهوني مو يسمي الجيش هسا بعضهم يحاول يكون شوية حيادي يقول الجيش الإسرائيلي لا لا يقولون جيش حتى التسمية يسمي جيش الدفاع الإسرائيلي أنا شفته بشخصيات معروفة بالمناسبة رو شوفوا وسائل التواصل الاجتماعي ويسمي حركة المقاومة بمنظمات إرهابية أكثر من هالوضوح أكثر من الخصة والعمالة أذكركم مرة أخرى بأن بأسامي هؤلاء كلها اكتشفت في البيانات التي عثرت عليها المقاومة في عملية طفان الأقصى ونقلت إلى خارج الكيان خارج فلسطين المحتلة معروفين هم أهدافهم وهم ماذا يفعلون السنانة ذولي أمريكا عندهم مهمة مو بس العالم العربي اللي جايه يشكلوا بطريقة مختلفة إيران يصير عدو وحزب الله يصير عدو أنصار الله يصير عدو المقاومة الإسلامية العراقية يصير عدو والصديق وراعي السلام يكون الكيان الصيوني فعلى كل يقول الصحيفة نشرت دقلا عن هذا الشيكلي يعني كبية الأموال التي يصور ونفقت على الدعوة الحكومية لإعادة ما يسمونه صياغة النقاش العام أحبائي روح شوفوا في القنوات الفضائية روح شوفوا المساحات الصوتية على منصة X شوفوا صياغة النقاش العام كيف يجري من قبل شخصيات خلقت لهذا الغرض خلقت لهذا الغرض وأوجدوا لها متابعين طبعا وهميين مليونين وثلاث ملايين مثل ذول ناشرات المحتوى الهابط هذا ترى بالمناسبة مو كل صحيح هذول المتابعين هذا الفلاورز هذا العدد الضخم لا هذا كله يجري بطرق كومبيوترية وطبعا بعض غرف غرف رسمية موجودة في داخل الكيان الصهيوني وبعضهم ما يسمى بمنظمة مجاهدي خلق يشاركون بقوة في ألبانيا في بث هذه الكاذيب بأسامي مختلفة كل واحد اخترفوا ذا كل يوم من ذول واحد من ذول الناشطين بقوة الإسرائيليين يعني يقول أنا كل واحد على الأقل عشر حسابات مزيفة لبث هذه الأكاذيب ولصياغة النقاش العام دائما من الغلطان حزب الله من الغلطان أنصار الله من الغلطانين لأنهم يدافعون عن فلسطين غلطانين غلطانين لأن يدافعون عن أنفسهم يا بس سوتوا مغزة دمرت لا لازم أنت تسكت حتى غزة تدمر بعدين يدمر لبنان بعدين يدمر العراق وكما فعلوا مع مصر أخرجوا الجيش المصري من هذه المعادلة وأخرجوا الأردن من المعادلة أخرجوا منظمة التحرير الفلسطينية من المعادلة وأخرجوا دول أخرى من معادلة الصراع مع الكيان الصهوني وفق ما يسمى باتفاقات التطبيع وتحت واجهة ما يسمى بتصاعد العداء للسامية الكيان الصهوني في وسائل إعلامة وشوفوا دائما تلاحظون هذا التركيز أسا حتى على فكرة يعني في بعض المناظرات التلفزيونية مثلا من ينجي هذا الصهوني يريد حتى يبدأوا يمارسون التهديد العلني أي واحد يحجي ضد الكيان الصهوني يهددوه يهددوه بالتصفية يهددوه بملاحقة قضائيا وقانونيا في الدول المتواجد فيها خصوصا في الغرب بزعم أنه والله يعادي السامية وأوجدوا شركات مثل شركة كونسيرت المعروفة حاليا باسم أصوات إسرائيل انخلطت في حملات مصممة لمواجهة ما يسمونه بتصاعد العداء للسامية اللي هو تصاعد العداء للكيان الصهوني هناك فرق يعني العداء للكيان الصهوني والكارثة أن هذا العداء للكيان الصهوني الآن في أمريكا يقوده أو يشارك فيه بفاعلية يهود يرفضون فكرة إقامة دولة في زمن الته داخل فلسطين المحتلة مثل منظمة ناتوريكا مثل مو بس هم ناتوريكارتا وهؤلاء يعتقدون علنا ويقولون بأنه تجميع اليهود في داخل فلسطين يعني نهايتهم أولا حرام شرعا هكذا يقولون وثاليا يعني نهايتهم وألفت لكم ألفت نظركم إلى أن المحافظين الجدد أو الإنجليين في أمريكا هذول يدعمون الكيان الصهيوني ويدعمون هؤلاء اليهود الصهايلة في داخل فلسطين ويؤيدون تجميعهم في داخل فلسطين ويقدمونهم الدعم شيك مفتوح تعرفون ليش؟ هذا يجب أن نركز عليها أيضا في وسائل الإعلام بالعبر على الأقل والفهم هو أولاء اليهود المساكين الذين جيئ بهم أقول المساكين المخدوعين اللي خدعوهم بهذه أرضكم جئ بهم من الخارج حتى يهاجروا لأنه الفكرة التي يؤمن بها الإنجليون أنه جمعوهم في داخل فلسطين وعندما يعودوا المسيح ويعتقدون بعودة المسيح عليه السلام سيعرضوا على اليهود أن يؤمنوا به وكالعادة سيرفضونه ويحاولون قتله لكن هذه المرة وفق العقيدة الإنجيلية اليؤمن ويصير مسيحي خلاص هذا ينقذ وإلا فتم تتم إبادتهم نهائيا على اتحال حبائي وفق الصحيفة القارديان فإن الأمر لم يستغرق وقتا طويلا حتى تمكن محد دراسة معادات ما يسمونها معادات السامية العالمية وهو طبعا هذا أحد المجموعات المناصرة الأمريكية التي تنسق بشكل وثيق مع وزارة شيكلي من تحقيق ما يسمونها أيضا بنجاحات إذن إحنا لازم نوجه نظارنا إلى أوروبا إلى الغرب مع أنها الحمد لله الآن هم في نخضة ضد هذا الكيان الصهيوني لكن حتى تعرف كيف أن هذا الكيان الصهيوني يشتغل وينفق الأموال لتشكيل الخطاب العام سواء في الولايات المتحدة بصالحه أو حتى في دولنا العربية مع كل الأسف في أمان الله ترجمة نانسي قنقر